مع التلفون زميل العزيز والإعلامي اللامع في قناة النهار للأستاذ محمد نسوئي رجدي محمد مساء الخير مساء الخير يا عمري أخبارك إيه؟ إزايك يا محمد؟ مساء الخير على كل الناس اللي تتبعنا أنا بس يعني حزين جدا أن احنا نكون بنكلم بحاجة دا كده طميني على السقف اللي كنت فيه مع القضلة لا بغض نظر عن سقف القضلة أنا حزين تعلم أنه برلمان مصر في نواب عاملين راسهم براس عروسة هم عارفيني عروسة ده شيء محزن شيء محزن أصلا الصرح للنقاش وشيء محزن أنه منطق شهاب وجيه وهو بيكلمك وهو شخص محترم وأنا عارفه كويس وهو بيكلمك دلوقتي غضان من فكرة أنه ما ينفعش نقبل أن حد يقول على حد برلمان يستعد ضيع أنا ماشي ممكن يكون عندك مليون تحفظ على اللفظ وعدم استخدامه لكن ده أولى أن شهاب وجيه أو النواب اللي في البرلمان الأول يقولوننا هيعملوا إيه؟ مع نواب البرلمان اللي بيطلعوا على الشاشات أو كمزعيين أو إعلاميين أو بيكتبوا في الجرائد وبيشتنف كل الناس شتائم تسأل حد التخوي والجهانة حد التهام الناس فأعراضهم ومترفهم ومع ذلك لما نسمع صحص واحد البرلمان أو نائب واحد البرلمان يتقدم بطلب واحد لواحد من هؤلاء بجلسين جنبه جوة قاعة البرلمان يقول له أنت ليه بتستخدم هذه الألفاظ؟ البرلمان كله الآن منطفد علشان السخرية بتاعة آآ أبلة فهيتة بتاعة عروسة تاينانا عندهم شعادي جدا لشتائم التخوين والألفاظ الخادشة الحياة اللي بيقولها نواب إعلاميين وبيطمعوا وبيعودوا جنبوه في نفس الكرسي أصدقها إزاي؟ عائلها إزاي؟ ثم إحنا قدام برلمان جاي علشان يكمل عملات ديمقراطية في مصر فهي عملات ديمقراطية باب تكملها دلوقت أنه كل ما حد يتكلم كلمة متعلمة ذاك حد ربما تكون غلط بالمنذة ربما ما كونش صحة بالمنذة يبقى الاستبيل والحل أنه بدل البرلمان اللي فكرته أصلا أيمى على التشعات والمناقشة والحوار يبقى أول سلمة هطلع دياني نقفل قناعة ونقفل برنامج إذا كان البرلمان أو مجلس النقط أعضاء متخيرين أنه هو دور البرلمان فالله غنى عنه الله غنى عنه وعن أي حركة تخيل أنه بداية الحوار والنقاش اقفل بداية الحوار والنقاش ما تطمعش يود حد بداية الحوار والنقاش اقفل برنامج أو الغيلي محصة حالة من التنقض الحقيقة أنا شيتي بها وحزيم جدا هل نتكلم بحاجة بالشكل ده أنا هصدق الناس في البرلمان تتكلم كده لو الناس في البرلمان اتخذت على الأقل ربع مواقص مشبهة الزملائهم اللي بيستغلوا إعلامينه بيطلعوا يخونوا في الناس يستمون نفس والغير إعلامين اللي بيطلعوا برضو في البرامج يخونوا يستمون نفس طيب الحقيقة محمد كان معايا من شوية النائب الدكتور عماد جادي يعني بيقول البرلمان ما هواش شيء إلهي مقدس وإن البرلمان أو عضاء البرلمان ما هماش أنصاف إليها ففكرة النقد وحدود النقد المصطرة الرئيسية ليها أو فيها وانت واحد من اللي اشتغل على الأقل محمد أو معانين به هو القوانين الإعلامية أو القوانين منظمة للإعلام والعمل الإعلامي يعني برأيك يا محمد يعني كيف تكون الوسيلة أو يكون الطريق حينما يحدث تجاوز من وسيلة مقروعة أو مسموعة أو مرئية إزاي يكون شكل الاعتراض هل بإدخال الجهة الإدارية للحجب أو منع الزور الإعلامي أو الصحيفة أو الموقع ولا يكون إزاي عمر أناس في أن يتكلم أي حد يتكلم في 2016 عن حج وإغلاق فالنقاش معادة ومقبول إذن هو بدأ أصلا البداية من آخرها أو بدأ البداية للغلق أنا أتكلمك عن مجلس إحنا بيقول جاي أصلا ليه النقاش ووضع تشفعات وقوانين النقاش أساس النقاش حتى عندك خينات في البرلمان في أغلبية وفي أقلية وفي ناس برفع إيديها وفي ناس بتتكلم وفي ناس بتتناقش منذ أبقى لأنه ده تكون طريق تفكير نواب البرلمان منذ أبقى لأنه نستغل على محورين نواب البرلمان يطلبوا دلوقتي من وفايا الإعلام ونعملون بجال الإعلام والمسلمين على الكنات الإعلامية أن يقدموا اصطراتهم على التشفعات الجديدة والمفاق الجديد يبتدلوا استضيفوا الإعلامين ويبتدلوا استضيفوا المسؤولين عن صناعة الإعلام في نصف ويحملوا معهم حوار مجتمعي جوة البرلمان علشان يطلعوا بتشفعات وقوانين تقدر تقدر تثبت هذا الأداء نقدر من خلال الحاسب من يتجاوز نقدر من خلال الحاسب من يتعدى حدوده سواء بقى كان نائف في البرلمان سواء كان إعلامي سواء كان مواطع عاجي سواء كانت عروسة حتى بتتكلم تغضي النظر لكن إننا البداية بتاعتك نائف في البرلمان تقدير دينات إغلاق ومنع وحاج خايف من مستقبل حرية الرأي والتعبير يا محمد يعني نرجع تاني زي مجلس الشعب قبل يناير ينطفض ويعمل جلسة مطولة عشان يمنع رواية لو تفتكر معايا أو عشان يمنع إعلان أو مشهد في فيلم هل ده بيصب فينات في حرية الرأي والتعبير أو في طرح حرية الرأي والتعبير بعد صورتين يا محمد وبرلمان الكل بيشهد له أنه من أكثر البرلمانات المصرية نزاهة في التاريخ أنت بتقول أنا خايف أنا آسف أنا مرعوب مرعوب على حرية الرأي والتعبير لو كان المفترض في النواب اللي هيحموها أن طريقة تفكيرهم مش النقاش ولا الحوار ولكن مع الغاب والحاج هلازم نترعب لكن إحنا برضو مش هنترعب لأنه إحنا قدرنا كده أن نحن نبدأ نواجه قدرنا كده أن نحن يبقوا دم سلطة موجودة في الدولة عندها استعداد تسمع الناس في تظهر في الشارع تناموا نواب مجلس السعب نفسهم أو مجلس نواب نفسهم عندهمش استعداد حد يهتم ضدهم طيب محمد يعني قبل ما اختم طيب قبل ما اختم معاك يا محمد يعني بفكرك بحلقة القبلة بتاعت السقف كانت حلقة من أجمل حلقات الحقيقة والسقف فيها لو ينزل أنت شايف أن بعد اللي حصل ده أنت خايف السقف ينزل أكتر على دماغك ودماغتنا ولا بس كنت أعرف أن احنا كان عندنا بعض نظر أنا والقبلة آه طبعا أنت والقبلة آه طبعا نظر مبعدية أنا الحقيقة أنا الحقيقة يعني في الوضع اللي احتفين بعد اللي حصل يوم الجمعة المظاهرات التعامل الداخلية مع المظاهرات في البيانة المحترمة اللي طلع ثم رب فعل الدولة ثم كل التفاصيل اللي حصلت دي أنا مش أليا لأنه يعني الحريات بتنتزع طول الوقت لكن أنا الأمن طريق التفكير اللي تكون طريق التفكير من وقت المجلس الشعب وأنا بقول هالك تاني وثالث ورابع إنها تيجي من البرلمان لو حد من النواب اللي تعلنين من قبله فهيت عنده جرأة يروح يشوف نواب الإعلاميين دملائه يقول إيه في قرامج حسبه ما حسبه لقبله تمام أشكرك أشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز الإعلامي اللامع الأستاذ محمد سوي رجلي شكرا جزيلا لك يا محمد على هذه المدخلة